بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك عزيز الطالب في المحاضرة الثانية من الوحدة الرابعة وموضوعها المباح نبدأ أولا بتعريف المباح وذكر مثاله فنقول المباح في اللغة مشتق من الإباحة وهي الإظهار والإعلان يقال باح بسره إذا أظهره وقد ترد الإباحة بمعنى الإطلاق والإذن يقال أبحته كذا إذا أذنت له فيه وهذا المعنى الثاني هو المناسب للمعنى لاصطلاح الذي يأتي ذكره أما تعريف المباح في الاصطلاح فهو الفعل الذي خير الشارع فيه المكلف بين فعله وتركه ومثال المباح الانتشار في الأرض بعد الصلاة المدلول عليه بقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أما صيغ المباح فنقول إن للمباح صيغا وأساليب متعددة يعرف من خلالها أولا تصريح الشارع بالحل مثل قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات أو بالنص على نفي الإثم كقوله سبحانه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه أو نفي الجناح كقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم أو نفي الحرج كقوله سبحانه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج أو بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة له من الوجوب إلى الإباحة كقوله تعالى كلوا واشربوا من رزق الله والقرينة هنا أن هذا أمر ورد في معرض الامتنان فيكون مفيدا للإباحة أو باستصحاب الأصل إذا لم يوجد دليل في الفعل يدل على حكمه بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة أما حكم المباح فالمباح لا يتعلق بفعله ولا تركه ثواب ولا عقاب ولا لوم ولا عتاب وقد يثاب المرء على فعل المباحات إذا قصد بها لاستعانة على الطاعات من السنن والواجبات من المسائل التي وقع فيها لاختلاف مسألة هل المباح من الشرع؟ وقد اختلف في هذه المسألة على مذهبين المذهب الأول أن المباح من الشرع بمعنى أنه حكم شرعي وهذا مذهب الجمهور المذهب الثاني أن المباح ليس من الشرع بمعنى أنه ليس حكما شرعيا وهذا مذهب بعض المعتزلة وسيأتي نبدأ بذكر دليل الجمهور فنقول استدل الجمهور على أن المباح من الشرع بأن المباح على ثلاثة أقسام أولا قسم صرح الشرع فيه بالتخيير بين فعله وتركه فهذا خطاب من الشرع وهو حكم شرعي إذ لا معنى للحكم إلا الخطاب ثانيا قسم لم يرد فيه خطاب بالتخيير لكن دلت دليل الشرعي على نفي الحرج عن فعله وتركه فهذا القسم ثبتت إباحته بالشرع ودلت دليل العقلي على إباحته أيضا فهذا القسم اجتمع فيه دليل الشرع والعقل ثالثا قسم لم يدل على إباحته بخصوصه دليل شرعي فيقال في هذا القسم إن الأدلة الشرعية قد دلت على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا طلب ترك فالمكلف فيه مخير بين الفعل والترك وهذا دليل شرعي على المباحات فيما لا يتناها من الأفعال إذ لا يمكن أن يخلو فعل عن حكم شرعي وأما أصحاب المذهب الثاني وهم بعض المعتزلة الذين يرون أن المباح ليس من الشرع بمعنى أنه ليس حكما شرعيا فقد استدلوا على مذهبهم بأنه لا معنى للمباح إلا نفي الحرج عن الفعل والترك وهذا ثابت قبل الشرع ومستمر بعده وعليه فلا يكون المباح حكما شرعيا وقد أجيب عن هذا الدليل بما سبق ذكره من تقسيم المباح إلى ثلاثة أقسام وبيان أنه من الشرع في كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة والراجح في المسألة قول الجمهور لقوة أدل أدلتهم وسلامتها وإن كان الخلاف في المسألة خلافا لفظيا لا يظهر له أثر في الفروع من المسائل التي وقع الخلاف فيها أيضا مسألة هل المباح مأمور به؟ وقد ورد الخلاف في هذه المسألة على مذهبين المذهب الأول للجمهور أن المباح غير مأمور به والمذهب الثاني للكعب ومن وافقه أن المباح مأمور به وقد استدل الجمهور على مذهبهم من أن المباح غير مأمور به بظهور الفرق بين معنى الأمر ومعنى الإباحة فمعنى الأمر اقتضاء الفعل من المأمور به وطلبه منه ومعنى الإباحة الإذن في الفعل والترك والتخيير بينهما فالمأمور به مطلوب فعله من الشرع والمباح ليس مطلوبا فعله من الشرع بل مخير فيه بين الفعل والترك فلا يكون المباح مأمورا به لذلك أما المذهب الثاني للكعب ومن وافقه الذين ذهبوا إلى أن المباح مأمور به فقد استدلوا على مذهبهم هذا بأن فعل المباح يستلزم ترك محرم وترك المحرم واجب ومأمور به فيكون المباح مأمورا به بيان ذلك أن السكون وشرب الماء والتنزه في الأماكن بالمشي والحركة ونحو ذلك من المباحات يستلزم ترك محرمات مثل السرقة والزنا وشرب الخمر وقطع الطريق وغير ذلك من المحرمات وترك هذه المحرمات مأمور به وهو يحصل بالتلبس بالمباحات فتكون المباحات مأمورا بها وقد أجاب الجمهور عن هذا الدليل بأن ترك الحرام لازم لفعل المباح فيكون فعل المباح واجبا لغيره في بعض الصور ونحن لا ننكر ذلك وإنما ننكر أن يكون المباح واجبا لذاته مأمورا به لذاته وأيضا فإن ترك الحرام كما يكون بالمباح يكون بغيره كالمندوب والمكروه فتكون كلها واجبة وهذا باطل لم يقل به أحد ولعلك ترى معي أن الراجح القوي المقبول في المسألة ما ذهب إليه الجمهور لقوة أدلتهم وسلامتها عن المعارضة وإن كان الخلاف في المسألة أيضا خلافا لفظيا لأن الكعبي لا يزعم أن المباح واجب لذاته بل حاصل كلامه أنه واجب لغيره في بعض الصور فيكون قوله موافقا في المعنى لقول الجمهور وإن خالفهم في العبارة